بعد خلاف عكر اختتام المرحلة النهائية للعملية السياسية في سودان الجيش والدعم السريع يؤكدان التزامهما بالاتفاق الإطاري نتنياهو يشتري بقاء بن غفير بحرس وطني حصري متقاعد القطاع العام يقتحمون المصرف المركزي في بيروت وسط انتشار كثيف للجيش وقوات الأمن موسكو تؤكد أن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الموقوف بشبهة التجسس ضبط متلبسا والكرم لن يهدد واشنطن ساعة اخبارية جديدة من الحدث أهلا بكم قالت قوات الدعم السريع السودانية والتي يقودها محمد حمدان دقلو إنه ليس بالإمكان لأي جهة تعكير علاقتها مع القوات المسلحة مؤكدة التزامها الكامل في الوصول لجيش قومي واحد وبكل ما ورد في الاتفاق الإطاري وفي الساعات الماضية صدر بيان للقوات المسلحة يؤكد الالتزام التام بالعملية السياسية الجارية الآن مشيرا أنه سيبني جيشا في السودان لا يتدخل في السياسة في السياق أكد الجيش السوداني الليلة الماضية التزامه التام بالعملية السياسية الجارية حاليا في البلاد الجيش السوداني وفي بيان له نوه إلى أنه ينتظر عمل اللجان الفنية لإكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي وأثر الكلام عن خلافات بين الطرفين أثر على إثر عدم حضور ممثلي القوات المسلحة بالجلسة الختامية لورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري إذن فجأة وقبيل ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق النهائي انسحب ممثل الجيش السوداني من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري وتعثرت العملية السياسية سبب الانسحاب المفاجئ هذا يكمن وفق مصادر عسكرية في عدم الوصول إلى توقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو ما كان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد وضعه في خانة الشرط الأساسي للمضي في العملية السياسية القوات المسلحة التي شددت على التزامها بالعملية السياسية أكدت انتظارها استكمالا لجان الفنية تفاصيل عمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي خالد عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أوضح أن الورشة خلصت إلى ضرورة دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020 عمر كشف أن عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استنادا إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022 هنا جدد محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع جدد التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه ويبقى أن انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية أثار المخاوف من أن تؤدي تلك الخطوة إلى تأخير العملية السياسية عملية يسودها جدل سياسي واسع حول مستقبلها ولا سيما أنه من المقرر أن تتوج بتوقيع الاتفاق النهائي يوم السبت المقبل ويعقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الخميس يعقد اجتماعا لإجازة الاتفاق السياسي النهائي المنتظر توقيعه في الأول من أبريل المقبل وحسم موقفه حيال هيكلة السلطة السيادية في الحكومة المدنية مصادر موقع سودان تريبيون أوضحت أن المجلس المركزي سيحسم خلال اجتماعه موقفه من شكل السلطة السيادية الواردة في الاتفاق السيادي وحول ما إذا كانت مكونة من مجلس سيادة محدود أو رأس دولة أم من مجلس سيادي بتمثيل نسبة من الموقعين على اتفاق جوبا للسلامة كما أضافت مصادر موقع سودان تريبيون أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سينظر في التقارير المقدمة من مكتبه التنفيذي حول تكوين لجان لملء هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي حتى يواكب تشكيله السلطة التنفيذية في آخر محطاتها العملية السياسية تتعثر إنها ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت لأربعة أيام متتالية قدمت فيها أوراق تناقش التفاصيل الفنية لهذه العملية التي يرى البعض أنها معقدة التعقيد الذي تجلت صورته هنا بالقاع التي احتضنت ختاما غاب عنه ممثل الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وحضر ممثل قوات الدعم السريع حقيقة أن الأمور كانت تسيط بطريقة ممتازة وصبيحة هذا اليوم كان يفترض نجلس أيضا حتى نناقش منجيز التوصيات التي تقدم بها الأخوة العسكريون وفجئنا أن المسألة تأجلت لهذا المساء وخرجنا بما خرقنا به قبل قليل ورغم المخاض العسير لهذه العملية والمخاطر التي تتهددها يظل الأمل قائما لإنهاء حالة الإحباط التي سيطرت على الكثيرين ممن حضروا هذه الجلسة لا أرى أن هناك سبب يجعل الجيش لا يكون موجود في الجلسة الختامية لأنني لا أعرف ما حصل في اللحظات الأخيرة لكن لا يجعلني أنني لا أكون متفائلة بأنه سيحصل لقدام خير وإنه الاتفاق الإطاري سيمشي لمرامي وحيصل للهدف بتاعه النهائي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ترى أن اللجان الفنية ستواصل عملها لاستكمال وصياغة التوصيات النهائية التي تشكل عقبة تسعى الأطراف لتجاوزها هذا وستواصل اللجان المتخصص من العسكريين والمدنيين النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل بغيت نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي الجلسة التي انعقدت بغياب الأطراف الأساسية وهم الجيش والدعم السريع أكدت أن الخلاف بينهما أكبر من نقاط الاتفاق ورشة للإصلاح الأمني والعسكري اختتمت بلا توصيات الأمر الذي يعقده بالوصول الاتفاق النهائي سالم الهاشمي الحدث الخرطوم من الخرطوم ينضم إلينا اللواء الركن الدكتور محمد نعمة الله جبريل الباحث في الاستراتيجيات والدراسات المستقبلية أهلا ومرحبا بك سيد محمد بداية ماذا يعني غياب الجيش عن هذه الورشة والتي من المعروف بأن الجيش يشكل ربما العنصر الأهم والذي يعطي توازنا بشكل ما لهذه العملية ولهذه الجلسة بالتحديد شكرا جزيلا والتحية لك ولمتابعيك الكرام وأنا أعتقد أنه غياب ممثلي القوات النظامية والقوات المسلحة في الجلسة النهائية له ما يبرره لأنه أساسا في البداية ما كان ينبغي أن تقام ورشة لهذا العمل لأن الورس دائما من ناحية علمية تقام لحل المشكلة وما دام القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع متفقين على دمج وإن كان هو تطوير أداء للقوات الدعم السريع إذا ما في مشكلة العمل الباقي هو عمل يعني داخلي لا ينبغي أن يشارك فيه أي من المدنيين أين كانوا ولذلك أنا أفتكر أنه أنت ما ممكن تعقد ورشة يوما لحد وفي يوما لحد ترفع توصياتك باللجنة التنسيقية بتاعت خالد عمر يعني أنت مهمش هذه اللجنة في حين أنه الاتفاق الإطاري بني على القوات المسلحة والعملية السياسية بنيت على رأي القوات المسلحة إذن أين رأي القوات المسلحة؟ الورشة بتطلع بتوصيات؟ انتظر هذه التوصيات؟ لماذا العجلة؟ ولذلك أنا أفتكر كان طبيعي جدا أنه الناس ينسحبوا لأنه أساسا الورشة التي قدمت قدمتها كفاءات علمية مهنية في القوات المسلحة وتعرف عملها تماما ولذلك ما منتظر من هؤلاء الذين لا يعلمون أي شيء عن القوات المسلحة وتنظيماتها وهيكلتها والتجحف البتاع يجووا يطلعوا توصيات إذن أنت هم مجتني؟ أنت ما بحتاج للتوصيات بتاعتي؟ إذن قوان ولذلك أنا أفتكر أنه العقل يعني أفتكر أنه الناس ينتظروا ليس هناك ما يدعو للعجلة أنا أفتكر ورشة الأمن والإصلاح هذه الورشة كسفت عورة الاتفاق الإطاري وكشفت عورة العملية السياسية التي انتشرت الآن ووزعت أوراقها ومنتظر التوزيع وهذه الصورة لن يصير ولن يتين التوقيع لأن التوقيع هذا ينبغي بتوافق أين التوافق؟ الآن القوات المسلحة لم تصدر توصياتها وتوصياتها ينبغي أن تكون ملزمة لأن عصب الاتفاق الإطاري هو القوات المسلحة وعصب العملية هو القوات المسلحة إذا أنت مستعجل ما لك يا خال السلك وتطلع في بياناتك أنا أفتكر كان طبيعي جداً لو ما خرجت القوات المسلحة أنا أفتكر كان فيه إشكالية كبيرة جداً حتى تقع ولذلك هذا يعني أنا أفتكر على الناس أن ينتظروا توصيات هذه اللجنة الأمنية ولا بيبقى بعد ذلك عنوان اللجنة والورشة حينقلب من الإصلاح الأمن العسكري إلى تفكيك الأمن العسكري لأن هذه الورشة يقوم كل من يقوم حولها هؤلاء يعني يقصدون تفكيك القوات المسلحة طيب سيد محمد إذا كان ما تفوله وهذه القراءة صحيحة لماذا من البداية شاركت القوات العسكرية فيها؟ لماذا شاركت فيها؟ هل صدمت بفحواها بآلية عملها؟ هل صدمت؟ أخت الكريمة القوات المسلحة تعمل تحت إمرت القائد العام القائد العام وجه جهة علمية مختصة في القوات المسلحة أن تضع هذه الأوراق هذه الجهة الأكاديمية المختصة فوجئت لأنه دل بيدرس ماذا تعني ورشة عمل؟ ورشة عمل ما فيها قرارات مسبقة وهذا يعني أنه كل الورشة التي تمت تمت بهذه الكلفة كل الورشة التي تمت تمت بهذه الكلفة إذا أنا بجي بقدم شغل علمي تقول لي والله يا أخي التوصيات كيف أنت؟ يعني أنت ما مهتم بتوصياتي؟ إذن أنا أسحب توقيع التوصياتي متى ما أخرج وأصل للتوصيات رأي القوات المسلحة العلمي الأكاديمي وهذا ينبغي أن يعلو على أي رأي سياسي طيب الذين يديرون هذه الورش سياسيين ليس من حقهم التدخل في العمل السياسي البحث لأنه أصلا ما في مشكلة القائد العام قال أنت تقصد بأن السياسيين لا يجب أن يتدخلوا فيما يخص الجانب العسكري في هكذا نوع من الورش يجب أن يبعدوا تماما سمح لي سيد محمد فقط لأستفيد من وجودك معنا في هذه النشرة إذن هل اليوم بات الوضع فيما يخص العملية السياسية في السودان هناك مهددا إلى حد كبير بعدم المضي قدما وعدم التزام بالمواعيد التي تم الحديث عنها مسبقا والتي تكاد يفصلنا عنها أيام قليلة فقط أغتي الكريمة أنا مفتكر في قناة كوندي أنا قلت هذه المواعيد هي عجلة من السياسيين الذين يدرون هذه وإمكن الزولة بيقوم على رأس هذه المسألة ومن للناس ذلك يملى اللي هو فولكر فولكر ذات وقال والله هذه الواعيد غير مقدسة ولذلك هذه عجلة لا معنى لها فلينتظر أنا مفتكر أن العملية السياسية والاتفاق الإطاري مصير في يد رأي القوات المسلحة ورأي القوات المسلحة ينبغي أن يسود على الرأي السياسي لأنه هذا رأي محترف رأي علمي نعم وصلت الفكرة من الخرطوم كنت معنا اللواء الركن الدكتور محمد نعمة الله جبريل الباحث في الاستراتيجيات والدراسات المستقبلية شكرا جزيلا لك أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أكد سقوط عددا من القتلى في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق وأضف في مقابلة مع الحدث أن القصف استهدف مقرات تابعة لميليشيات موالية لإيران في المنطقة بشكل قطعي ومؤكد هناك قتلى في القصف الذي استهدف إما موقع أيضا في تلك أو بعد دخول السيارات إلى هذا المقر أو الموقع عند أطراف دمشق الجنوبية أو دعنا نقول ضمن منطقة دمشق وليس خارج نطاف العاصمة دمشق الهدف هل هو إيرانيين هل هو عناصر بالحزب الله إلى الآن مؤكد بأنهم ليسوا من السوريين الذين هم استهدفوا بالقصف الإسرائيلي هناك إصابات نعم من عناصر قوات النظام أصيبوا باستهدف أحد بطاريات الدفاع الجوي في محيط العاصمة ولكن لا نعلم أين هي فعالية بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية التي جرى تفعيرها في بداية هذا الشهر في محيط العاصمة دمشق قال موقع فوراتفوست إن الميليشيات الموالية لإيران الموجودة في سوريا عودت لانتشار في عدة مواقع عسكرية في ريف دير الزور الشرقي بعد انسحابها منها لأيام حيث نشرت الميليشيات عناصرها في منطقة المقابر ومجبل الهراطة في مدينة العشارة الشرقية دير الزور كاشفا أن الميليشيات بنت نقاطا جديدة وعززتها بأسلحة ثقيلة وعناصر استقدموا من مناطق مختلفة في دير الزور وللإشارة فإن الميليشيات أخلت مواقع عدة مطلع شهر الحالي بعد تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية في سماء المنطقة نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء تفويض الحرب في العراق وينتظر تصويت مجلس النواب نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بارب ينضم إلينا مراسل الحدد نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلون الميليشيات الحوثية من الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد أنا أعطي الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن الميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيات الحوثية وبقي صابتاً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناساً في قرارات قادة وفي مصائل دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه أهلاً بكم من جديد من المتوقع يطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغافير من الحكومة يوم الأحد القادم الموافقة على مشروع قرار خاص بإنشاء حرس وطني في نطاق مسؤولية وزارة الأمن الوطنية وتضم القوى ألفي جمدي يخضعون لبنغافير مباشرة وفقاً لاقتراح نشر مساء الأربعاء وينص مشروع القرار على أن الحرس الوطني الإسرائيلي سيستخدم كقوة خاصة ومدربة للتعامل على سيناريوهات الطوارئ المختلفة والجريمة القومية ومكافحة الإرهاب واستعادة الحكم عند الحاجة على مضد وافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغافير على تجميد خطط التعديلات القضائية فكان له ما يريد إذ وافق رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على طلب بنغافير بتشكيل ما يسمى بقوات الحرس الوطني على أن تكون تحت أمرته فوق الحرس أو فرق الحرس الوطني ذاك ستكون موازية لقوات الشرطة والجيش وستتشكل من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين قد يصل عددهم إلى ألفي عنصر وسيتقاضون رواتب شهرية بحسب مصادر إسرائيلية بنغافير الرجل القادم من أقصى اليمين والذي لا يملك خبرة عسكرية يريد لتلك القوات أن تعيد الأمن للمواطن الإسرائيلي حسب ما يردد مرارا وتكرارا ورغم أنه من غير المعلوم بعد ما هي صلاحيات تلك القوة لكن أطرافا عدة تؤكد أن تلك القوات ستركز عملها في مواجهة الفلسطينيين في القدس وفي إسرائيل وكذلك في المدن الساحلية المختلطة بين العرب واليهود صفقة بنغافير وتنياهو سرعان ما أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة داخليا خصوصا في ظل الانقسام الكبير بين المعارضة والحكومة سعيم المعارضة يائر لبيد مثلا قال أن بنغافير يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان في البلاد على حسب تعبيره كما لقي القرار معارضة مسؤولين حاليين وسابقين في الشرطة الإسرائيلية عن معارضتهم الشديدة لإنشاء حرس وطني يعمل تحت الرعاية المباشرة لرئيس الأمن القومي فيما بعث نائب في البرلمان عن حزب العمل لرئيس جهاز الأمن العام أشابك رسالة يحذر فيها من إنشاء الحرس الوطني تحت إمراد بنغافير معتبرا ذلك تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية وفي سياق ردود الأفعال الغاضبة أيضا اعتبر النائب العربي في الكنيسة أحمد الطيبي أن نتنياهو أعطى بنغافير هدية خطيرة وهي الميليشيا خاصة المتمثلة بالحرس الوطني مؤكدا على ضرورة عدم السباح بذلك ترجمة نانسي قنقر 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 إذ أن المحكمة تنظر في قضايا يرفعها الفلسطينيون أو مؤسسات إسرائيلية متضامنة معهم في أمور تتعلق بالمستوطنات وهدم المنازل وحقوق الأسرى الفلسطينيين الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قال إن إسرائيل يتحكم فيها المستوطنون ويصف الاستيطام بالسرطان الذي سيدمر إسرائيل البرغوثي قال إن المستوطنات والمستوطنين أصبحوا قوة فاشية في إسرائيل ويمتلكون 15 عضوا في الكنيسة ومثالا على ذلك قال البرغوثي إن وزيري الأمن القوم إتمار بن جافير والمالية بسلا إيل سموتريتش يتحكمان في السيادة الإسرائيلية وهما من قادة المستوطنين في الضفة الغربية وقد كشف كلاهما عن الوجه الحقيقي للصهيونية وتوقع يساهم ذلك في خلق عزلة دولية لإسرائيل وتنامل انتقادات من الحزب الديمقراطي الأمريكي للإتلاف الحكومي من رام الله وعبر سكابيا انضم إلينا الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى قبل أن أدخل بتفاصيل هذه الأخبار التي ذكرناها هل ستقرر الحكومة إعطاء بن جافير ما يريده في يوم الأحد القادم؟ هل من الممكن أن يرفض ذلك يقابل بالرفض أم أنه طلب ليقبله؟ كالعادة تحل مشاكل الإسرائيل الداخلية برمي العبء على الجانب الفلسطيني وما جرى هو نموذج لذلك من أجل أن يمرر نتنياهو موافقة الحكومة على تأجيل البت في قضايا التغيير القضائي في إسرائيل قدم تنازلاً لبنجبير مضمونه إنشاء هذا الحرس الخاص الذي يمكن أن يكون حرساً يتحكم به بنجبير الفاشي بشكل كامل لقمع وضرب الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين ليس فقط في الأراضي المحتلة بل في الداخل الفلسطيني أيضاً هذا الذي يسمى الحرس الوطني لن يكون سوى ميليشيا خاصة ببنجبير كما ذكر المحللون إسرائيليون كثيرون وهو يريد أداة يريد أن يستعملها ويفتح أبوابها للمستوطنين المستعمرين المسلحين كي يكونوا قوة ضاربة ضد الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة لذلك نعم أنا أعتقد أن هذه الحكومة ستعطي لبنجبير ما يريد وستسمح له بإنشاء هذا الجيش الذي يريد أن يستخدمه كميليشيات عصابات صحيونية ضد الشعب الفلسطيني في تكرار لما جرى عام 1948 كأمين عامل المبادرة الوطنية الفلسطينية كيف من الممكن أن يتم التعامل مع هكذا نوع من القرارات وهكذا إنشاءات عسكرية إسرائيلية من قبلكم لا يمكن ردع هذه الفاشية الإسرائيلية الصاعدة وما يمثله هؤلاء الفاشيون الذين يعلنون صراحة أن الشعب الفلسطيني يجب أن يرحل من أرض وطن وأنهم سيعملون على تهجيره لا يمكن مواجهة هذه الفاشية الإسرائيلية إلا بردعها بالمقاومة على الأرض بكل أشكال المقاومة المتاحة للشعب الفلسطيني فقط المقاومة هي التي ستردعهم ولكن أيضا تصرفاتهم كشفت وعرت الحركة الصيونية بشكل كامل وبالتالي هي تفتح المجال للعنصر الثاني المطلوب وهو فرض العزلة الدولية والمقاطعة والعقوبات عليهم ونحن رأينا مظاهر لم يسبق لها مثيل فمن قبل في عزل دولية تتصاعد ضد إسرائيل نتيجة هذه الفاشية الصاعدة ونتيجة تحكم هؤلاء المستوطنين في القرارات الإسرائيلية وتحكمهم حتى بنتنياهو الذي يتحالف معهم حماية لنفسه من قضايا الفساد ومن أن يحاكم ويزاج به في السجن نعم سيد مصطفى في الفترة السابقة شاهدنا تصريحات كانت مختلفة بلهجة غريبة إلى حد ما من الجانب الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو ولكن هناك من يقول بأنها مجرد تصريحات اليوم هل من الممكن التعويل على الموقف الأمريكي في ردع أو لجم هذا التوجه الإسرائيلي حياله سواء قضية القضاء أو بما يخص تشكيل هذه القوة العسكرية الجديدة هي أكثر من تصريحات ولكن أقل من ضغوطات وأقل بكثير مما يمكن أن تفعل وإدارة بايدن هي أكثر من تصريحات لأنها تمثلت ضغوطا فعليا فعلية هي التي أجبرت نتنياهو على التراجع في موضوع الإصلاحات القضائية ولكن يجب أن نلاحظ هنا أمرين الأمر الأول أن أكثر ما أقلق الولايات المتحدة أن التفتت الداخلي في المجتمع الإسرائيلي والصراعات الداخلية تبدد أو تضعف القدرة الأمنية لدى إسرائيل والولايات المتحدة تعتبر إسرائيل حليفا استراتيجيا عسكريا وأمنيا في الدرجة الأولى وبالتالي خشية الولايات المتحدة على ضعف الإسرائيل في هذا الإطار هي أهم دافع دفعها للتدخل الأمر الثاني الإدارة الأمريكية تدرك أن هذه التغيرات الفاشية في إسرائيل والانقضاء حتى على النظام القضائي يخلق صورة سيئة جدا عن ما يدعى أنها ديمقراطية في المنطقة وبالتالي يعزز قدرة الأطراف المختلفة على عزل ومقاطعة إسرائيل لكن السبب المهم الثالث الذي يجب أن أشير إليه أو الجانب الثالث أن كل ما فعلت الولايات المتحدة ليس دفاعا عن الشعب الفلسطيني وإنما حرصا على المنظومة الإسرائيلية كما هي معلنة ولكن هذه الضغوط لم تصل إلى حد رادع إسرائيل بتهديدها بفرض العقوبات عليها أن استمر الاستيطان مثلا أو رادع إسرائيل بتهديدها بقطع المساعدات عنها أن استمر السلوك الفاشي للمستعمرين المستوطنين الذين يجلسون على مقاعد الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة لو أرادت هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل فورا على وقف الاستيطان ولكن هذه الإدارة الأمريكية لا تريد ذلك حتى الآن ولا أعتقد أننا يجب أن نراهن عليها يجب أن نراهن على اتفاحنا ونضالنا وصمودنا ومقاومتنا وعلى حركة المقاطعة الصاعدة في العالم نعم سيد مصطفى إذا كانت الولايات المتحدة فعلا هي ما تريده مصلحة إسرائيل وهي الحليف لإسرائيل الأساسي في هذه القضية هل من الممكن أن يكون الضغط على حكومة نتنياهو للتعديل أو للعدول عن ما يقوم به خوفا من أن تذهب الأمور إلى ربما خلافات داخلية أكثر في إسرائيل وما يهدد إسرائيل والوجود الإسرائيلي هذا ما أقصده في الضغط الأمريكي ليس لمصلحة فلسطين بالتأكيد أنت محقة تماما هذا هو الهدف الأمريكي الأساسي ولكن يجب ملاحظة أنه حتى مع الضغوط الأمريكية نتنياهو لم يعلن عن إلغاء الإجراءات القضائية أعلن فقط عن تأجيلها وهو تراجع جزئيا ولم يتراجع بشكل كامل وأنا أتوقع أنه سيجدد محاولاته لاحقا لأنه يتسم كما تقول المعارضة الإسرائيلية بالخبث والدهاء وهو لا ينوي التراجع لأن التراجع يعني سقوط حكومته وسقوط حكومته يعني أنه تسايدها بالسجن الشيء الوحيد الذي يحمل نتنياهو الآن من قضايا الفساد أنه رئيس حكومة إسرائيل بس من ناحية أخرى سواء انتهت هذه المعركة الججارية حاليا بحل المشكلة بين الأطراف في إسرائيل أو لم تنتهي لابد من الإشارة أنها كشفت عن مستوى ودرجة عدم الانسجام في المجتمع الإسرائيلي والتفتته الداخلي الذي قد يتصاعد لها مرام الله كنت معنا عبر سكايب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية شكرا جزيلا لك تظاهرت أعداد كبيرة من العسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وحاول المتظاهرون اقتحام البوابة الرئيسية للمصرف وسط انتشار أمني مكثف لقوات الجيش ويطالب المحتجون بتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي للرواتب على أساس 28500 ليرا لبنانية في شأن آخر أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء تفويض الحرب في العراق للعام 2002 حيث صوت 66 عضوا لصالح إلغاء التفويض عرضه 30 بعد نحو أسبوعين من بدء النقاش حوله إلغاء التفويض يأتي بعد أكثر من 20 عاما من بدء حرب العراق حيث يتوجه التفويض الآن إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي وتعليقا على إلغاء التفويض قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن الولايات المتحدة والعراق وكل العالم تغير جذريا موضحا أن الوقت حان للقوانين أن تتعدل بناء على ذلك في المقابل عرض كثيرون الخطوة معظمهم من الجمهوريين وحذروا من تداعياتها وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال إن التفويض كان يتطرق مباشرة إلى التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وبحسب البيت الأبيض فإن إلغاء التفويض ليؤثر على وضع العمليات العسكرية الأمريكية الحالية وسيعزز من التزام الإدارة بعلاقة قوية ومتكاملة مع العراقيين نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل موسكو تؤكد أن مبادلة مراسل وولد ستريت الموقوف ليس على جدول أعمالها موسكو تحتاج أكثر من مكان من غرفة مشهزة بأحدث الأشهزة تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية تحتاج معلومة موطوقة عما يدور من حولك بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية بالصوت يصلكم الخبر وأكثر نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل أنه كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب للسباب طفولة يسرقها الجلع أمانوا قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول إلى الشأن الليبي حيث تجتمع اللجنة الليبية المشتركة ستة زائد ستة المكلفة بأعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائهما ودع المجلس الأعلى للدولة كافة أعضاء اللجنة المشتركة ستة زائد ستة إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام إذن بعد الانتهاء من تحديد أسماء أعضاء اللجنة ستة زائد ستة المؤلفة من ستة أعضاء من مجلس الدولة الليبي ومثلهم من نواب البرلمان سيكون عليها الآن مباشرة مهامها وبشكل فوري والتي تتمثل بالبت في قانون الانتخابات بما يسمح بإنجاز الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي قبل نهاية العام الحالي نقاط خلافية عدة سيكون على اللجنة حلها في طليعتها السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه وهي نقطة تتأرجح منذ وقت طويل بين مطالبة مجلس النواب بمنح فرصة الترشح ورفض مجلس الدولة ذلك قبل تنازل المترشح عن الجنسية الثانية هذا الملف لطالما تسبب بإفشال محاولات الحل عبر تنازل أحد الطرفين عن شروطه لكن كل المحاولات باءت بالفشل وهذا يعني أن مهمة اللجنة لن تكون سهلة بالنظر إلى مدى تمسك كل الطرفين بشروطه للمترشحين للانتخابات محللون السياسيون قالوا للشرق الأوسط إن ممثلي المجلسين سيصطدمون بالكثير من التحديات من بينها ضيق الوقت الممنوح لهم لإنجاز القوانين الانتخابية والذي ينتهي منتصف يونيو المقبل وفي حال فشلهم في المهمة فإن المبعوث الأممي إلى ليبي عبدالله باتيلي سيلجأ إلى تفعيل آلياته البديلة عبر اللجنة التوجهية التي أعلنها سابقا معضلة السقف الزمني التي تواجهها اللجنة لاستكمال وضع القانون الانتخابي ليست الوحيدة فاللجنة تعمل بصلاحيات محدودة تجعلها مكبلة وعاجزة عن إقرار أي نص قانوني دون الرجوع إلى المجلسين ويسري الاعتقاد أن العقبات لا تقتصر على هاتين النقطتين وإنما تمس المسار كله الذي يفرضه التعديل الدستوري الثالث عشر والذي يرى المحللون أنه بحاجة إلى تعديل جوهري في أسس المسار الانتخابي خاصة وأن القوانين الانتخابية تنطوي على صعوبات جمة عاجزة القواعد الدستورية عن تحديدها وكذلك لم يحددها التعديل الدستوري أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف مراسل صحيفة والستريت جورنال أمريكية في روسيا إيفان جيرشكوفيتش وهو من مواليد 1991 بتهمة التجسس وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان الله أنه أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد في مكتب موسكو لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية والمواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بعد ضبطه متورطا بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة حيث جمع معلومات تعد من أسرار الدولة تتعلق بأنشطة شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي بطلب أمريكي وحذر لكريملين واشنطن من رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية بعد توقيف المراسل وفي تعليقه على توقيف مراسل صحيفة والستريت جورنال الأمريكية في روسيا قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف قال إن مبادلة المراسل مع الولايات المتحدة ليس على جدول أعمال موسكو مضيفا أن المبادلة لن تحدث قبل محاكمته كما جرت العادة في روسيا أقرى رئيس مجلس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت أضرارا بالغة بقواته وذلك في الجانب الأوكراني وأضاف أن المعركة دمرت بالفعل عمليا للجيش الأوكراني وألحقت أيضا ضرارا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة هذا ويركز الجيش الروسي ومجموعة فاغنر يركزان هجومهما في المناطق الشرقية خصوصا في باخموت وأفدييفكا وحققا بعض المكاسب لكنهما لم يتمكن حتى الآن من احتلال المدينتين نشر الجيش الأوكراني مقطعا مصورا لتدمير مخزن للذخيرة والمعدات العسكرية الروسية في باخموت نتابع اشتركوا في القناة يعيش أهالي الرقة السورية أجواء رمضانية مميزة يجسدون فيها العادات والتقاليد الخاصة بهم فلا تكاد مائدة أفطار تخلو من العصائر والحلويات الرمضانية التقليدية ما بين اليوم والأمس عاصمة تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا تعيش أجواء مختلفة في شهر رمضان أسواق الرقة باتت تعج بالمتسوقين الذين يشترون المشروبات والحلويات الرمضانية فموائد الإفطار في المدينة تكاد لا تخلو من تلك الأصناف أما باعة العصائر فكل منهم يعدها بطريقته الخاصة مثل الجلاب والعرقسوس والتمر هندي حيث يعدونها في منازلهم ثم يبيعونها للصائمين الذين يقبلون عليها في شهر رمضان الصناعة تكتمر الهندي يتم له عندي الطرق كل بقى له طريقة يتم طبخه وبعدين يتم عصره هو طبيعة عمله أعرفت عليه شلون له فوائد شثيرة العملية الهضم دي المعدة في مدينة الرقة تتربع الحلويات الرمضانية على عرش الموائد الرمضانية بلا منازع حيث تزدان الموائد كل يوم في المنازل لتجسد العادات والتقاليد الخاصة بأهالي المدينة ونبقى في سوريا وفي قصة مثيرة لمقاتل دغستاني جاء ليقاتل في صفوف المعارضة ضد قوات النظام إذ انتهى به الأمر ليصبح صاحب مطعم سوشي في إدلب آلاف المقاتلين الذين قدموا لسوريا وانضموا لفصائل المعارضة للقتال ضد قوات النظام على جباهات القتال تخلى بعضهم عن السلاح وإيجاد صنعة بديلة ومن بين هؤلاء أبو الفداء الدغستاني الذي وصل سوريا عام 2015 من أجل المشاركة في القتال فقد انتهى به المطاف مديرا لمطعم سوشي في إدلب إحدى آخر المناطق المعارضة الخارجة عن سيطرة النظام أبو الفداء الذي يجيد اللغة العربية الفصحى استوحى فكرة المطعم من خلال الدول التي زارها قبل وصوله لسوريا حيث أراد أن يقدم شيئا مختلفا عن الوجبات المحلية في إدلب وداخل المطعم يتناوب طاهيان يتحدران من جمهوريتين روسيتين على تحضير الطلبات التي تصل أحيانا عبر الهاتف وهو المطعم الوحيد الذي يقدم الوجبة اليابانية في إدلب كما هو مكتوب على قائمة الوجبات ورغم أن وجبات السوشي التي يحضرها أبو الفداء لم تلقى إقبالا في بادئ الأمر إلا أن بعد فترة أصبح هناك طلب متزايد ما ساعد أبو الفداء دفع تكاليف المطعم من بدل إيجار ورواتب ومصارف يقبل شهر رمضان هذا العام على الجالية المسلمة في فرنسا وسط غلاء الأسعار وارتفاع معدل تضخم هذه الظروف الاستثنائية تنعكس بشكل مباشر على مظاهر الاحتفالات المرتبطة بشهر الفضيل فلقد تسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بتراجع الإقبال على الأسواق الشرائية طاهر ومحمد شريكان في مطعم تونسي يقعوا في أحد الأحياء الباريسية مع بداية شهر رمضان لاحظا خفاض نسبة إقبال الزبائن علما أن تجارتهما كانت تزدهر في هذه الفترة من السنة لكن أزمة التضخم حالت دون ذلك حاسيت الناس تشري أقل من قبل صحيح قبل كانت خراب لموجودة ختل لسوية ما يغليه الناس ما عاش كما قبل ما يخلصش أكبر من الموجود في جيبه قبل الناس تخلص عادي وتبرقى لأخيرا بموجودة أما لسوية كانوا أرخص مع حلول شهر رمضان حالة من الرقود تسود الأسواق العربية في فرنسا فمظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل هذا العام أصبحت أقل حضورا منذ قبل نتيجة أزمة التضخم التي ضربت البلاد وأثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين غلاء الأسعار هذا العام جعل تكلفة المائدة الرمضانية أكبر بكثير مما كانت عليه لذا اعتمدت العائلات المسلمة سياسة التوفير لتجنب الاستهلاك غير الضروري لا نكثر منها أكثر من لازم على خطر غالي أفهم معنا نعيش هنا في الخارج عندنا الكراع عندنا برشا حاجات نخلصوا فيها لا نجموش نتعدوا أكثر من لازم نخذ نختاروا الحاجات الضرورية لنسحقوها كل يوم ونأكلوها معناها نردوا بالنا على الحاجات من طيشوش وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن معدل التضخم في فرنسا تجاوز عتبة 6% فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.8% زين عدي الحدث باريس توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي على أهداف أكثر طموحا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ولكن في الوقت ذاته هناك عوائق تعرقلهم مع خطتهم للطاقة النظيفة بعد حرب أوكرانيا ومشاكل النفط الطائرات الخاصة على سبيل المثال زاد استخدامها في أوروبا بنسبة 64% مقارنة بالعام الماضي رغم أن انبعاثاتها أعلى بكثير من وسائل النقل الأخرى نجح الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بالحصول على 42.5% من طاقته من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2030 طموحات أوروبية في اتباع نهج خالي من الانبعاثات الكربونية قد لا تتم وفق خطتهم فالحرب الروسية الأوكرانية غيرت المسار بعض الدول الأوروبية عادت مجدداً للاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري كما حصل في ألمانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة رغبة الكتلة في تخفيض الانبعاثات تقابلها تحديات أخرى على أرض الواقع بحسب تقرير جرين بيس ارتفعت الانبعاثات من الطائرات الخاصة في أوروبا بشكل كبير ما مجموعه 5.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنوات الثلاثة الماضية وهذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تنتجه أغندا بعدد سكان نحو 46 مليون نسمة في عام الباحثون وجدوا أن عدد رحلات الطائرات الخاصة في أوروبا زاد بنسبة 64% العام الماضي مع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من الضعف معظمها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا كما أن للطائرات الخاصة بعاثات أعلى بكثير من وسائل النقل الأخرى فرحلة متوسطة في عام واحد تنتج ثاني أكسيد الكربون ما يعادل قيادة السيارة من باريس إلى روما 16 مرة وفق التقرير بدورها وجهت منظمة أوكسفام أصابع الاتهام إلى أصحاب الطائرات الخاصة عن مسؤوليتهم عن انبعاثات غازات الدفيئة أكثر بمليون مرة من الشخص العادي في ختم النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها بعد خلاف عكر اختتام المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان الجيش والدعم السريع يؤكدان التزامهما بالاتفاق الإطاري نتنياهو يشتري بقاء بن غفير بحرس وطني حصري متقاعد القطاع العام يقتحمون المصرف المركزية في بيروت وسط انتشار كثيف للجيش وقوات الأمن موسكو تؤكد أن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الموقوف بشبهة التجسس ضبطا متلبسا واري كلملين يهدد واشنطن هات النشرة نلتقي دائما في نشرات لاحق شكرا جزيلا على المتابعة تلتقيكم برونك على رأس الساحة إلى اللقاء